طيب بسم الله أحمر رحيم السلام عليكم ورحمة الله يا شباب أنا سعيد جدا أنه أكون معاكم في برنامج لينك شكرا جزيلا طبعا لدكتور نعمة عمر فاتح حامر وفريق عملة من الشابات الرائعات والشباب الرائعين وأتمنى لكم إن شاء الله مستقبل يعني مشرق أنتم جايين في وقت في بلدنا نتنظر بظرف صعب جدا لكن برضو عيني الموضوع من الجانب الثاني أنتم جيتوا في وقت فيوا كمية بتاعت أدوات وكمية بتاعت تكنولوجيز وكمية بتاعت بتاعت ساينسيز جديد وكذا دي بتخليكم مور سمارتر أنا هتكلم لكم فعن دكتور شاهي ناز صراحة زولة معلمة بتعلم منها الكثير وأنا هتشرف أنه أكون معاها كوليدر في حاجة يسمى جوجل فور ديكيترس دي جي اي جي سودان حقوا شوفوها في فيسبوك أقران يا دكتوران ورا الشرف لي وانلاي هاي نعم المبادرية جابت دكتور شاهي ناز على الساس أنه ندرب الناس على الأدوات تاعت جوجل قبل هي وردكم جزء منها اليوتيوب تابعة جوجل الجيميل تابعة جوجل جوجل سيرش وبعدتك ناز جوجل ميت و جوجل كالندر و جوجل كلاس روم وبتاعه وقبل كي اشتغلنا شغل كتير فيما يخص الإي ليرنينج في بزات في الوقت تاعت كورونا اكتروا دخلتو برضو السيدانيز الرسيرش في ناي في اليوتيوب بتلقوا في بلايليست كثيرة بما فيها البرنامج تاعتكم تعليمك الجزء الأول وإن شاء الله يكون الجزء التالي أنا حتكلم معكم عن الجزء مهم جدا جدا لو في واحد فيكم لسه ما قرر هو حينش فيها تتجاه في البيزنس ولا في الإيكوناميكس فممكن من هنا من اللحظة اللي حتكلم فيها ندي ممكن تختار ليك كارير مختلف تماما بيز على الكلام ده ما محتاج له البرنامج كتير اللي هو البرومت انجينيرين أو حندسة المتطلبات أنا مسمي المتطلبات في ناس تاريب مسمينا حاجة تاني بيقول على حندسة الهوامر حندسة الهوامر ده نعتقدنا اللوز ترانسليشن اللي هو الكماند انجينيرين كماند انجينيرين كدي بتودينا اللي حتة تاني فهندسة المطلبات هي يعني موضوع مرتبط باستخدام أدوات الزكاة الصناعي اللي هي اللي اسمها نمازج اللغوية الكبيرة ودي أشهرة اللي هو الحاجة الظهرت مؤخرا اللي اسمها لكن الأساس بتاعه وأكتر ناس عملوا فيها ريسيرش قطيرين فيها هم ناس جوجل ناس جوجل ديب مايند هم الوصل للذكاة الاصطناعي لمرحلة بيقى بعد ذلك ممكن تطلع منه ستارتابس وتعمل تغيير الواتشي بتاع المعرفة والتداول بتاعه فيما يخص الحياة المتوفرة كل المعرفة الإنسانية أخوانا تلمت وحصل لها تريننج في سنتين بس والسنتين ديل بعد ما حصل التريننج دا لتيرابايتس كلها جاد وتوفرت عبر أدوات الزكاة الاصطناعي زي تاجي بدي انتو الآن ما محتاجين يا أخوانا انو تميمورايز خلاص الزمن بتاع انو أنا والله أقرأ وأحفظ البداع وأجي دعال هنا يمتحن فيها دل زمن دنتها خلاص انتو هسي عاوزين تكونوا أصدقاء لأدوات الزكاة للصناعي بحيس انو انكم متو أزكية فتخليكم أكتر زكاة انتو سمارت تكون سمارتا أي زول فيكم ما عنده طريقة بتاعة يدعمل مع دولة الزكاة للصناعي بصورة يعني زي يقولوا فليونت هتكون عندك مشكلة هتكون عندك مشكلة وممكن تطلع بر التاريخ فأنا حشير معكم بريزنتيشن بريزنتيشن دي ليس بالضرورة أنا حاغطي كل حاجة موجود فيها لكن عشان تكون ريفرنس بالنسبة لكم ممكن ترجعوا تشوفوا كل سلايد فيها وكل في السلايد دي تتبحروا بيا انا ابتبست من دكتور شاهناز هنا طيب دي البرزنتيشن بولولي ولو شايفين فول سكرين الآن ايوة ظاهرة ظاهرة اوكي طبعا البرنامج بتاع الينك جزء من السوداني ريسيرشن فاونديشن ليه مواسس الباحثين السوداني ليه ننتمي لها كلنا اتمنى انه اي واحد فيكم ما منتمي للباحثين السودانيين ما موجود في الجروبات بتاعتها ما فاهيم ايشنو يرجع يريف الكلام ده لانه زي ما نحن سيون دبنا حاول نساعد كم انتو عندكم برضو مزهولية انه تساعدوا غير في السودان ما في زور ما محتاج مساعدة كلنا محتاج مساعدة تمام طبعا نعرفوني قبل كتا فمحتاج الصناعي انا بكتب كلام تكست فهو بمشي يشوف المناسبة للتكست ده بعمل لدي الدي زينا الجميل ده انا ما بقدر عمل حال زيدي ده عمل ال بور بصورة آلية بس خطيت لي وانا تكلم عن ثورة الزكال الصناعي فقام قل لي اخي هرائك تكون السلايد شكلها كده ولو قمنا غيرنا الكلام ده مثلا قمنا قمنا قلنا ده AI revolution in the past 20 years وقمنا جينا هنا في الجانب ده شايفين الشاشة بتاعت مش كده جينا هنا في designs شوف بيقوم بيحاول يدينا شنو حاجات past 20 years and robotics مسلا robotics ويدينا اي حاية تاني مختلفة designات مختلفة ممكن اختار لنا اي design تاني خلينا نشيل دي robotics نخد على في البداية the robotics and the revolution ماذا تفعل معي بالطريقة لنا دائرة خلونا نواصل تمام الزكاية اخواننا اللي بتكلم عنه الزكاة الاصطناعي هو اصطناعي سنتيك يعني ما حاجة طبيعية هو artificial لكن جاي من وين جاي من الزكاة بتاعنا نحنا فمهم جدا اخواننا تكونوا عارفين إنه الزكاة دا بحاول حاكي الحاجة اللي عند كنت موجودة في الزكاة للصناع هذا مجالات مختلفة في كثير من الأحيان ما وصل يعني زكاة بتاعطف العمر سنتين تمام فانحنا دارين نعمل شنو في الزكاة للصناع دارين نحاكي البشر البشر عندهم القدرة العقلية على التحليل والتخطيط تحل المشاكل وبناء الستاجات سرعة التصرف والتفكير المجرد نجمع ونسغ الأفكار بنلتغط اللغات بنتعلم بين سرعة وطبعا بعد ذلك في جزء بتاع الإحساس والحب وكانات والشواكيش والكلام ده كله داخل في زكاة البشرين الزكاة للصناع بحاول لحاكي الكلام بس لو في إن الكلام بنعرف وين أو جه عربات بيعمل شنو بيعمل لي عملية في الرو في السيرجري ولا كده في النهاية زود عنده قصور في جوانب أنا كبشر ما ممكن عرفه فالزكاة الصناع ده اخوان حاجة قديمة بدأ سنة 1956 في أول مؤتمر إذا عمل كان في 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 أمريكا وديل الآباء المؤسسين لل للزكاة للصناع جو مكارسي ده هو الأدل اسم ده لكن في حاجة برضو عمل ألان تورين ألان تورين هو العالم البريطاني الكسر الأنيقما في الحرب العالمية التانية وأدل لتقصير الحاربين نات كيف يعني في وقت أبدر والتاريخ ده برضو هين جدا أنكم تعرفوه ألان تورين عمل حاجة اسمها التورين ماشين التورين ماشين بتعمل لك اختبار هل الآلة ذكية كيف الاختبار الاختبار بيقول بيدوك منتج عن مثلا مقال مكتوب بيقول لك المقال ده كاتبو بشر ولا كاتبو آلة لو قدت والله كاتبو بشر هو كاتبو بشر معناه خلاص القصة ما فيها زكاة لو قدت كاتبا آلة ما في زكاة لكن لو كاتبا آلة وانا قدت ده كاتبو بشر معناها الآلة طلعت لين حاجة الليفل بتاع الانتليجنز بتاع والكوالي بتاعت بتاعت بشر فبالتالي ده حاجة انتليجنز الحاجات طيب شنو حصل شنو خلى الزكاة الصناعية كل الناس يتكلم عنه الزكاة الصناعية لقى ثلاثة حاجات مهمة جدا جدا اللي هو في بيانات ضخمة خيل اخوان الويكيبيديا كلها جزء من التدريب كل الكتب الموجودة المعرفة الإنسانية كلها كل الكتب الموجودة في العالم كلها ارشأ مكتبة الكونغرس كلها عبارة عن مكتبة ديجيتلا موجودة حاليا تاني حاجة الكمبيوترات جدت فايقة السرعة والس حاليا نحن بتكلم على الكمبيوترات الكمومية يقول على كوانتم كمبيوتين دي السرعة بتاعها خيالية ونتي تتخيل شكلها كيف وأخيراً وليس آخيراً الخوارزميات تعالى الثكالة الصناعة بقت رهيبة الناس اللي فيكم بيعرفوا نتفلكس أو بيتابعوا مسلسلات والكيف نتفلكس نتفلكس له زمن طويل جداً عنده مسابقة سنوياً جائزتها مليون دولار يقول لك جيب لينا الالجورزم بيعمل ركومنديشن لها فلامه عندما نشوف ليه فيلم طوار نتفلكس بيقول هنا يختار ليه أو بيخترح ليه عدد من الأفلامة التانية بيخترحها كيف بيز على الباترن بتاع المشاهدة بتاعتي بيقول لك شنو أن إحنا الركومنديشن بتاعنا ده ممتاز جداً جيب لينا الركومنديشن أو الالجورزم خوارزمية أفضل من عندنا ناسي حالياً دي مليون دولار كاشيرة طوالها بشي تاكس بري فده الجزء تعالى الخوارزميات تطور تطور كبير جداً جداً فمكّن الكلام ده منه تصهر اللي هو الحاجات الأخيرة دي من ضمن اللارج لانجوش موضلز اللي هو ناس جي بي تي ناس دالي ناس سليبل دي وغيره دي الحاجة الحصرة فالمدخل الأساسي لعدوات الزكاء الصناعي هي شنو؟ البيانات البيانات هي أهم مدخل للزكاء الصناعي فمن غير بيانات يا شباب أنا هوقف الشير ده ورجعتان لأنه الشاشة بقيت لي ناس كده من غير البيانات ما في زكاء الصناعي فمهم جداً أنه نعرف أنه البيانات دي مهمة جداً لأنه زكاء الصناعي يشتغل البيانات الصورت زي بتاع بي بيجي من وين؟ فيه human data دي حاجة بتاعتنا نحن بنطلع نولدها نحن أي كتابة بكتبها أنا دي عبارة عن human data الأبحاث العلمية اللي بعملها لو كتبتها message chat في واتساب social media records دي كلها عبارة عن human data تاني حاجة الأجهزة اللي بيستخدمها جهاز الكمبيوتر الآن بيستخدمه ده في حاجة يسمعه log activity log مما فتحت جهاز الكمبيوتر هو طوال عنده سجيل هناك بيسجل فيه وإنه والله الكمبيوتر يتفتح الساعة كده بعدين مشان عملت ده بالكليك وين فتحت فيه ملف لو دخلنا في الwindows بنلقاه موجود دي كلها الlogs دي بيستفيدوا منا الناس كمدخلات للذكاء الاصطناعي بعدين في simulations simulations دي فيه ناس فيكم في الجانب بتاع الاقتصاد ولا كده بيعملوا simulations الناس بتاعون الenvironment والبيئة وأحوال الطقس بيعملوا simulations الناس بتاعون الexperiments العلمية الأدوية بيعملوا simulations وأخيرا وليس آخرا في public data دي بتكون زي الحكومة الحكومة بتخدت البيانات بتاعتها الإحصائيات السكان كل الحاجات اللي بتخدتها للحكومة دي عبارة عن public record وكذلك المنظمات غير ربحية وغير والشركات حتى بتعمل تقارير دي كلها ببيانات بتكون مدخلات بشي اللي بدرب بيها الزكاة الاصطناعية في أنواع كثيرة بتاع الزكاة الاصطناعية أقلهم واظغرهم هي تقوله single task زي ناس سيري سيري مسلا في الدول عنده آيفون بتقول لي سيري يا سيري عمي لي كده كده سوي لي كده ما عارف شنو ممكن تتقول الناس معاقلة مسافة فده كله بقول عليه weak AI أو narrow AI في AI بيستخدمون عشان العبيوا مثلا game الواتسون بتاع الاي بيم ده كان بيعمل بيعمل بيلعب شطرنج وغلب غلب ملكة هنا البطر العالم في موضوع الشطرنج لكن يستيل هو single function تمام في حاجات الانعاب اللي على خطي دي بقول على theoretical concepts يعني حاجات لسه ما حصل ده الخيال العلمي اللي أسي حاليا بتكلم عنه دي اللي هي لو وصلنا نحن للليفل بتاع الintelligence الرهيب بنقول عليه بدل artificial intelligence بنقول عليه artificial general intelligence اللي هو الزكاة الصناعي العامة زي النظرية بتاعت relativity theory لما بيقى general relativity دي خلاص بيقى القانون بتاع بيدعمه زي واحد زايد واحد بيساوي اثنين أي حاجة ومعاه حاجة واحدة دي لما نجموعهم بيبقوا ليه حاجتين دي حاجة عامة مش كده ففي أنواع مختلفة للزكاة الصناعي الزكاة الصناعي ليس الأدوات بتاعته زكاة الصناعي دي عبارة عن science كامل جواه في تفاصيل كثيرة فمن ضمنها يا شباب احدا نعرف انه في حاجة اسمها natural language processing شايفيننا هنا دا natural language processing هندي الـ natural language processing دي جواها في الـ google translate مثلا دا جزء من اللي هو معلجة اللغة الطبيعية داخله في chatbots chatbots دي زي الـ chat GPT والـ google gemini لكن في تفاصيل تانية كثيرة يتمكن تمشي ترجع لها وتعرفها دي جزء من التطبيقات والتقنيات تالزكاة الصناعية العربية اللي بتمشي براها جزء من الكلام دا الدرونز جزء من الروبوتات جزء من البلوكشين والواقع الافتراضي والتباعة والأسية الأبعاد دي كلها جزء من التطبيقات والتكنولوجيات بتاعته تمام فالتفاصيل دا تتكلم عن أنا دار أتكلم لكم عن جزء بسيط جدا من الحتة دي اللي هو الـ natural language processing معالية اللغة الطبيعية وفيها هتكلم لكم بس عن القصة بتاعت الـ chatbots وفي الـ chatbots هضرب لكم أمثلة ويوز كيس بسيطة بـ google gemini و chat GPT ويتم من هناك تاخدوا الموضوع تواصلوا فيه أنا متأكد فيه ناس بيكون فيكم يعني مرضى بيو في عدة ديما بتكونوا لقاكم في ناس بيستخدم snapchat في ناس في كتير جدا من chatbots هلأسي موجودة حتى في الفيسبوك لما نخش الليلة بيجو اللي بتاعت بيجيك chatbot طلع يقول لك يا غي مرحبك دائر شنو لو دخلت الماركت بليس تي كلها تطبيقات بتاعت chatbot بتاعت فالأجين دا بتاعتنا إنه شنو المفاتيح الأساسية بتاعت الموضوع الأبليكيشن بتاعت وطبعا بطبيعة الحال في كل حاجة ممكن تستخدم بيكون فيها challenges ولا بيكون فيها downside وأخيرا وليس آخرا بيكون فيها سهلة ولا إيجابة الآن التخريجين بتاع economics تخريجين بتاع في المناسبة ممكن دكتور نعم نفتح المايك لو في زودار يتكلم ممكن نرفع الدول الناس سأتي في التشات أنا ما شايف التشات تمام دي الحاجات اللي ممكن تشتغلوا دي عشرة وظائف ممكن يستخدموها أنا طلبت من التشات جي بيتي كنتي أخد دي عشرة وظائف ممكن الخريجين بتاع economics وبتاع العلوم الإدارية business management ولا كده ممكن يشتغلوها فقام قال ليا يا إخوالله النازل ممكن الواحد يشتغل في data entry اللي هو يدخال أنا ما شايف في التشات في أي حياة مكتوبة يخوانا فيشنو ما أكون قاعد برايب أن ضمينو تمام فممكن يشتغل في خدمات الله يديك العافة يا دكتور يا أخي إن شاء الله خبيرك بخاطرك ممكن الناس يشتغلوا محاسبين ولا مراجعين ممكن يشتغلوا في البنوك ممكن يشتغلوا في الموارد البشرية يساعدوا في الموارد البشرية ممكن يكونوا مساعدين شخصيين والسيلس يكونوا برضو منذوبين مبيعات وممكن يشتغلوا في التنسيق لسلاسة الإمداد تمام في واحد فيكم بس أكتبوا ليه هنا سريع ممكن تعاملوا واحد أكتبوا رقم واحد بس لو في واحد فيكم مسك خريج لو بكرة اللي قال له وظيفة أي وظيفة والوظيف دار يشتغل طواله مستعيد يمشي يربط كرافيتة ولا يلبس اللبسة بتاعت البنات الكويسة بتخليه يشتغل للشغل دار تيبوا ليه واحد بس كلهم دار تشتغلوها ولا ما عارش يشتغلوها ولا كيف وحدات كترة ممتاز جدا جدا أعتقد أنه بعد هذا الوحايد لس يكفاه أنا دار أقول لكم يا شابات ويا شباب أنه الوظائف بريكم كمان أنه حاليا الوظائف دي حاليا اختفت في بعض الشركات شوف مثلا بتاع 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 الاستخدام بتاع الزكاة الاصطناعية وكذا أي وظيفة بتحتاج لشغل يعني شغل ممكن أجي أفتح الملف أدخل بيانات أعمل للملف أرفعه في وان درايف ولا في جوجل درايف دا بيعمل الزكاة الصناعية أفضل منك أفضل مني أنا شخصيا أفضل من أي زول تالي يعني الروبوتات تعمل الشنو في المصدع الزمان المصدع كان بيشي له مثلا باب بتاع عربية بخده هنا زول تالي بيخد فيه الجزاز وزول تالي بيخد فيه المراية طلع إنه والله ياخ الروبوتات وصناع في الحدة دين أسي حاليا الديتا انتري والفيناشي والماركت رسيس والكسوم والسرفيس الربرسنتي دي شركات موجودة حاليا ريال لايف إكزامل هنا يو آي باث بلوك بلاك روك نيلسون اه اتشانم اه كي بي ام جي جي بي مورغن يوني ليفر جوكل دي الكلهم الوظائف دي أخوان عملها شنو يقول على اتمتا اتميت معناها شنو معناها في شات بوت معناها في الرجل آلي بتاع شغال في الحكاية دي يعني شو في الوجيستيكس كوردينيترز دي الناس امازون يستخدموا الاي عشان يعملوا امازون باللوجيستيكس بالصورة مستملة فأنا دايركم الواحد فيكم يفكر كويس في انو الوظيفة دا رأخوش هذي هل هتكون موجودة بعد شوية الا ما هتكون موجودة انا حنافس منو حنافس اي 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 ما بتقدر تنافسو لكن ممكن صاحبو وازامله ودي اهم التى المحاضرة دي تمام فحرسلكم هنا دا في الجات بسرعة كده يعني كويس بس بسرعة ما بضرورة شباب انو يعني تجيبوه كله صح ولا بتاع المهم انكم بس على اللقل كون في فكرة اساسية كده على الموضوع اعمل لي اعملوا الكويس في 10 اساسية كده بسرعة بس ما تفكروا كتير بس اختاروا 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 يعني ما بالضرورة الاجابة بتاعتكم تكون 100% سليمة اعطيكم دقيقتين بس عشان تشوفوا العشرة اساسية دي وتجاوبوها في دقيقتين ما اكتر من كده تذكروا انو الامتحان ده والاختبار ده عشان نعرف معرفة بتاعتنا حول النماذجية اللغوية الكبيرة بعدين في نهايته او بعد ما ننتهي المحاضرة حتى نجعوا تاني يتعاملوا نفس الاختبار ده تمام هو حول فهم النماذج الهندسة المطلبات المطلبات تمام ما هي ما هو المطلبات والكونتكس بتاعها في السياق بتاع الانجوز مودلز بنقصص شنو انحنا كله سؤال فيهم بدرجة واحدة وليه انها مهمة للأي وشنو المشاكل بتاعها الرئيسية في حاجة اسمها زيرو شوت ليرنين في حاجة اسمها البرومت انجينيينيين امباكت والبايس مودلس على الأي جاوبو جاوبو بس الحال بتجيغو ممكن تجاوبو دور بيدك اول سؤال اجابة تلقاك بس عامة تكون 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 دا الكلام المهم السحالية في اللحظة هل بخلص يكتب واحد طوال في الشاتع شباب عشان بس نعرف كم نفر خلص ممتاز اوكي نزار ممتاز كل واحدكم بالنسبة يعني بردو كم درجة جابة من درجات من عشر درجات دي جاب كم درجة فممكن بردو تكتب الدرجة جبت هنا بارف فيكم بعض الناس بيكون كم بات جدا يعني باخد الموضوع الشخص يبت كده سكور تمانية ممتاز تمام حنواصل يا شباب فال بتاعه انه والله يا اخي كيف نحن نقدر نعمل لنا يعني المدخلات بتاعتنا بندخيلها لأداة الذكاء الصناعي بحيث انه على اساس انه نطلع ال احنا عندنا مخرج دائر فلازم ان احنا المخرج ده ندخله يعني مدخلات كويسة تمام وهو مجال بالمناسبة زايد بصورة متطردة لدريد انه حاليا بيقى عبارة عن كارير باث براون فممكن الناس يشتغلوا برومت انجينير السليلة في اللحظة بيتكلم فيها دي الجات جي بي تي نفسها والجوجل جاميناي كمودلز بيتم التحديث بتاعها بصورة مستمرة المودلز يا شباب في ناس human فيه intervention بتاع human قاعد فيها فممكن ترش يشتغلوا معاهم في المجال ده هاي واحد فيكم ممكن يقرأ عن natural language processing NLP المجال يعمل فيه research ينشر فيه وراغ ويكون يعني يشتغل consultant في المجال ده تمام فالحاجات اللي احنا بنعمل generation بنولي ده من عدوات الزكاء الصناع بواسط الكود الشفرات او المرامج والصور والفيديو دي كلها ممكن طيب الفرق شنو اذا كان فيه واحد فيكم بعرف بعرف شنو ده يعني فيه ناس خطيرين جدا في السيرش يستخدم مثلا ال and or ويستخدم ما عارف شنو بيطلق افضل نتائب ذا البحس دي كان في وقتنا نحنا لان تتدرب علينا كيف تستخدم السيرش بصورة كويسة ده الفريق اخوان زمان في السيرش نحن بنعمل كويري بنقول لي جوجل مسلا ندين الحاجة الفلانية بيقوم بيرجع لي لينك مش كده حاليا نحن بنعمل برومتز في الارج لانجيز موضل فالإمبود بيكون تيكست هنا ده في السيرش انجل لكن هنا برضو بيكون تيكست يعني ما في حاجة مختلفة هنا ده الرسپونس بتاعي ما بالضرورة يكون لينك هنا ده بيكون لينك في العادة هنا ممكن في الارج لانجيز موضل بيكون لينك ارتكال كامل متكامل حاجة بتكون كرافتي تيلر لاي انا ما ما زال هنا البروز بتاع السيرش انه والله ده لي ويب بيج ده لي صفحة ده لي دوكمنت مستند ده لي اي حاجة مورد ان لين قصاد كي ورد يعني عشان كده في مجال في تطوير الصفحات وتصميم الصفحات اسم اسم السيرش انجين اوبتمايزيشن في ناس شغالين فيه بيجيبوا كتير المجال ده حيختفي بعد شوية لانه الزكاة الصناعية داخل في الموضوع هنا ده انا بسوق سواقة لل الال عشان تطلع علي تكس بيز يكون فيه انسر يكون فيه يكون فيه كونتين كرياشن يكون فيه كود الاخري تمام انا ده يرديكم بس هنا سريع هنا البروسيس بس تستخدم الالغوريزم عشان يعمل الانديكس للويب بيجيز هنا ده الانديكس بيتسوقني الباترن الباترن دي جاي من وين جاي من الترينيج من الديتين الريبيتيتف بتاع الاي كون الاي بيعلم نفسه بين نفسه ودي حاجة طبعا ده بتخليو يفوق تمام يمكن ترجع برضو الالسلاي دي بعدين تدعم فيها اكتر ما هي الاهمية بتاعت البرومت انجينيرين في الاي اول حاجة انه بيحسن لي بيطور لي من البرفورمانس البرفورمانس دي من الحياة المهمة جدا جدا لانهم بستخدم البرومت عالي وانتوا عارفين انه عندنا مشكلة بتاعت تغير المناخ في العالم تغير الاجابة بسرعة في كمية بتاعت الكمبيوترات شغالة شغالة مع بعض بتتنافس عشان تجيب لي الاجابة دي فلو كان هي زمان بتجيب لي اجابة بتاعت لينك ولا صفحة ولا مستند بس حاليا بتتنافس الكمبيوتر العالي ده على سان تجيب لي معرفة والكلام ده اكتر يعني تغير لو قلتك قصيدة ما زي ما اقول لك مثلا نقول لي كلمة واحدة دي محتاجة power اكتر فالprompt engineering مهم لانه بحسن لي من الاداء بتاع الموضل بتاع الAI تاني حاجة بتدينا accurate information وrelevant responses يعني اساس انها ما تكون انا ازألك مثلا من الموضل تكون تديني حاجة عن التراب مثلا تاني حاجة بتدينا فرصة بتاعت انه الdomains بتاعتنا تكون customized والتاس بتاعتنا تكون محددة دي من الحاجات الكناية بتقلل برضو الBIOS لانه واحدة من المشاكل الكبيرة بتاعت الAI اللي هو جاية من البيانات اللي بدربوا عليها في مشكلة بتاعت يعني يعني لو سألت مسلا من مسلا قلت داير لي اخي صورة بتاعت بيقوم بيجيب لي شكل بتاعت محددين دي البيانات تدربوه عليها يعني ممكن تلقردسك ما موجود في الموضوع تاني حاجة بتسهل لنا الحاجة اللي بنقول على زيرو شوت والفيو شوت ليرنين لانه عبارة عن ليرنين هو بيتعلم الزكالة الصناعية دا منه وفي سؤال كان عن الكلام دا في الكوز ويتو حترجعوا له وانشاء الله وتفهموه بيصوره أحسن لكن لو في وقت لو جهاز على كمبيوتر جديد ولا جهاز بتاع موبايل جديد أول مرة فتحت اليوتيوب ظهرت لك فيديوهات دي اسمها شنو الزيرو شوت يعني اليوتيوب لسه ما عرف قدت منه ما عرف قدت بتحضر شنو فهو قام اخترح لك بس حاجات كده جاتوا فينا دي زيرو شوت ما عرف ايش عنه أول فيديو بتحضره طوالي بعد كده بيكون بيخترح ليك فيديوهات تالية دي فيو شوت زو تتعلم منك من أول حاجة شوفتها ولا بتاع فقدر ما يكون الموديل بتاع زكاة للصناعة ولا الالغوريزم ولا كده بقدر يعرف أقرب حاجة ليك من أول مرة هنا زيرو شوت بتاع تبقية ضيقة وصغيرة تمام تالي حاجة بدينا فرصة بتاع التطوير التفاعل بتاعنا عن إحنا والإكسperience بتاعتنا نفسها عشان تجينا الحاجات بيساعد برضو الكرياتيفتي والإنوفيشن اللي هي دي جزء مهم جدا جدا من مستقبلكم يعني حاضرنا ومستقبلكم فيو الحتة دي مهمة جدا وأخيرا بيدينا فرصة برضو بتاع الموجودة عندنا تمام مهم جدا من الكونسيبت الأساسية في إنه نعرف إنه الموضل بتاعنا دا لازم يفهم السياة وفي نفس الوقت عنده يعني ما أي حاجة نحن دارين حيدينا لها لأنه مدرب على بيانات موجودة هو يتدرب عليها لفترة طويلة وبعدين يجي يجاوب لك تاني حاجة إنه الكلام دا عبارة معالجة لغة طبيعية اللغة الطبيعية زي اللغة العربية اللغة الإنجليزية ولكن لذلك أسي اللغات نفسها يعني لو بتعرف اللغة إنجليزية بصورة أفضل يعتبر اللغة الإنجليزية حاليا زي كان أرغت حاليا تك ban لو اللغة العربية الزكالة الصناعة مدرب عليها بصورة أفضل بتبقى اللغة العربية عبارة عن اللغة بتاعة برمجة لأني زي ما كنت أنا بأعمل كودنج بتاع الكلام ده تمام دي يعني زي اللي يقول على مصطلحات كده والرندوك بتاع اللي هو قلنا زيرو شوت قبل شو يتكلمنا عنه وفيه شوت والترانسفير ليرنين الترانسفير ليرنين ده يعني شنو يعني أنا مثلا دربت الموديل بتاعي انه يتعامل مع المصطلحات الاقتصادية تمام هل ممكن اشيل الموديل اللي اتدربته على المصطلحات الاقتصادية زي ما هو اخدته وقل لي اخي اسمع وريني ما هي المصطلحات مثلا بتاع البزنس دلما مجالي مختلفين دي كلية براه وده كلية براه هل ممكن استخدم ده الانترناوت انه ممكن ممكن استخدم اشيل الليرنين الترانسفير وكلام ده حاصل في الدراج ديسكوري مثلا اخواني انتو عارفين الدوق تاع الكارونا والفاكسين بتاع الكارونا ده اصلا ساعد فيه الاي لو ما ساعدوا كان لليل يكون الناس لافين عشان نقول لهم مع فاكسين للكارونا البرومت تيونيج انه انا والله برسل الموذل بتاع الزكال الصناعي يعني برومت متطلب وبيقوم ما بجيب ليه حاجة بقوم بعمل لا تيونيج بقوم بعدل ليه كلمة بزيد وانحنا حننطبق في الكلام ده دي كل حاجات مهمة جدا جدا انه تكون عارفينها لو عايزين تمشي في المجال ده بصورة متعمقة وتاخدوه ككارير يعني تمام فانحنا لازم يعني البرومت بتاعنا يكون يكون كونسايس يكون كلير واضح وهناعمل هنا ده شوية وهناعمل مثلا في موضوع عصير الزاتي ده فيه تمبلتز ممكن انا استخدمها فيه اي تريتيف ريفايمينت اوف برومت دي برضو انه انا ممكن اديو برومت والبرومت ده يمشي لبرومت تاني وبعدين اعمل لي برومت تالي والآخرين فيه مختلفة في الانجينيرين فيه موجودة في الميديسين موجودة في الـ HR في كله الحياة دي كلها حاليا الزكاة الصناعية داخل فيها لكن اهمها وقواه هي الجزء بتاع الترجمة الجزء بتاع الكودين دي يعني ماشي فيها بصورة ممتازة جدا جدا من المشاكل الموجودة في البرومت انجينيرين اللي هو البياسيز قلنا والكلام ده من البيانات اللي بيتدرب علىها نفسها لو اسي سألته عن نفسك الزكاة الصناعية سألت اي موضل من الموضل زي اللي قلت يا أخي من هو فلان الفلاني ما بقول لك ما بعرف طوالي بقوم بروشلة يقول لك فلان فلاني هو 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 الاخر دي نقول على الحلوزينيشنز دي الحلوزة بتاعته هو لانه بيفتكر انه كلام ده كده فبرضو من الاعدادات اللي بتاعت اللي بعملها بحاول اخليه انه ما يقوم ينظر لي يعني تنظيف فمن المشاكل من المشاكل اللي بحاول يحلوها الناس اللي هو ايشنو البايسيز الموجودة في ادوات الزكاة الصناعي دي بحاولوا انه يعني يقللوها مثلا بتلزموا انه ما يقوم ينظر ليك وليه اسمع use الفاكس بس و use المتحاول تجيب لي حاجة من ولو ات تنظرت ولا اتنا يبارك لانه بنظر بالدكراي برضو تقول لا اخي وريني في الحكة الفلانية تمام فدائما لازم اعمل testing و refinement وهو عبارة عن open experiment موجودة مستمرة بصورة ممتازة فهنا دي بعض التكنيك بتاع chat GPT كل واحد فيكم داركم يفتح chat GPT بتاعكم ال application هل ما عارف chat GPT شنو يا اخواننا ممكن ان احنا نرسل لكم العنوان بتاعه هنا في chat لو في زول فيكم ما ما استخدم مقبل كذا الحد عسي ولا ما عارف هو شنو ولا بتاع تاني حاجة في برضو google gemini ده حبيب نوع google ده اللي اتنين اه انا حدي كم allow participants to unmute themselves وفي نفس الوقت داركم ترفعوا الخاصية بتاع ترفع اليد يا شباب دائر اي زول فيكم يجيب سيرة ذاتية يرسلين في chat بسرعة وفي نفس الوقت ترسل لي وظيفة محددة دار يقدم لها و hopefully ما تكون من الوظائف دي الح تختفي اي زول منكم متبرع بسرعة الشباب وريكم كيف مثلا ممكن استخدم large language model زي chat jbt ولا غير في انه عدي للسيرة الذاتية بتاعتي وعدي للسيرة الذاتية وفقا للوصف الوظيف انا ممكن اقدم ليلة عشر وظائف مثلا باقي الليلة دي قبل لي لكم يدتوا الناس الموجودين هنا مش يدتوا حاليا job seekers بتحاول تقدم الوظائف ولا كده فدار اقدم ايه رايكم تكون تحاول مثلا تقدم لكم وظيفة في بلد تانية بلغة تانية تماما ما عندكم باي علاقة كده دار تقدم وظيفة مترجم في الصين مترجم بلغة عربية انجليزية او انجليزة عربي في الصين هل الكلام ده ممكن ممكن دار اقدم وظيفة بتاعت منسق الشرق الشرق الوسط في كوريا هل ممكن ايوه نعم ممكن كيف ممكن اعمله هنعمله هجل كده السرولية سير زعتية اوكي احمد احمد ممتاز جدا يا احمد لان كنت سريع جدا واحد السبعة الفين اربعة وعشرين احمد بس عليك الله اكيد لي انك ما عندك مشكلة انه تشير الكلام ده في الشاشة هنشير السيرة الزاتية بتاعتك في الشاشة يا احمد ورسل لي وظيفة دار تقدم لها برضو يا احمد ما عندك مشكلة شكرا جزيلا طيب اخوان دي السيرة الزاتية بتاعت احمد احمد خادت الادرس بتاعه خادت linkedin وهو الexperience at community facilitator في pro t views ما عارف شنوب سنتر consultant في trauma sensitive project في red sea كدا الاخرية تمام عندك bachelor بتاع انجينير انجينير باتشور degree full time in the faculty of economics administrative في red sea university السيرة الوظائف الوظائف الدار يقدمو لها فيها شركات يكون اللينكات دي عندهم يكون عمل لكم مثلا ملف زي الملفات بتاع google document والتي بتاع فيها كل الوظائف الدار يقدم لها اختيرت كل يوم انا اجيب 10 وظائف اخد اللينكات بتاعت الملف بتاعي فيه خمسمائة وظيفة انتم عشان اتصلوا بالنسبة الوظيفة الكويسة في العالم بتاع الهنا ده مفروض تقدموا كتير فاروق عباس عنده برضو قال لك enhance effectiveness aligned business ما عارف شو اللي انا هستخدم لكم بتاع جي بي تي كلكم عندكم يعني عشان ما يكون نقول والله يا اخي الفيرجن ده عند فلان وما عند انا وكذا الفيرجن عندنا كلنا اللي هو انا بستخدم الشات جي بي تي اللي هو ده ما عامل فيه اشتراك لسه ما عندي حساب فيه بس كذا بره انا عملت لي حساب جديد على اساس انه نشوف الحساب ده انا هعمل فيه كالتالي انا همشي للسيرة الزاتية بتاعد علي شايف انا هعمل لا select all عملت لكل الحاجات الموجودة بالسيرة الزاتية بتاعد طبعا ايديلي يفترض انها تكون في وورد لكن هعمل لا من شنو من pdf حاجي هنا ده واخد السيرة الزاتية بتاعد الزول ده انا ما عندي مشكلة في بتاع يعني انها منصة كيف ما بط ذكروا انه هو جاي اصلا من يعني اي حاجة لعلاقة باللانجوج لو كان في مشكلة بتاعد ما في مشكلة اول حاجة انا اقوم اعمل شنو اقول للشات جي بي تي اقول له اخي شنو revise the grammar and اسراء وقف المايك انا اديتكم فرصة لشباب المايك بتاعكم يكون فاتح لكن ما تفتحو إلا ما تكون دار تتكلم اوكي revise the grammar and شنو تمام بتاعة وبعدين and show me if there is a mistake ده المتطلب بتاعي رسلت لشات جي بي تي قلت اخ اسمع دي السيرة الزاتية عليك الله راجع لي لو في اي حاجة غلط في grammar ولا كده ولا نفت ده اوه 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 اشتركوا في القناة تمام في اي واحد يكن يستخدم الكلام ده قبل كده يا شباب ولا لا في واحد يكن يجرب ان يعمل برومت زي ده يشيل السيرة الزاتية بتاعته يدخلها في الانجوش موضل ويقوم يقول له يا اخي وريني هل هي لو فيها غلط ولا في الجرامر ولا كده لو ما في اعملوا الكلام ده لانه لازم تعملوا المشكلة الكبيرة اللي بتعملها يا شباب انه بترسلوا السيرة الزاتية بتاعتكم لاناش انا شوفوا لكم وظائف ويكون في اغلاط في اغلاط ما في زون حيشغلك معه السيرة الزاتية بتعمله في وقتك كده المرتاح فيه ما ترسل لي انا ده عشان قلت لك رسل لي وفي اغلاط دي مشكلتك تمام تاني حاجة قوة السيرة الزاتية طيب اوكي هنا دي يا شباب انا طلبت من الشباب دير قلت لهم جي رسلوا سيرة الزاتية ورسلوا معاه job description رسلوا لي وظيفة عستقدم لها ليه لانه افضل السيرة الزاتية يا شباب مش هي السيرة الزاتية بتاعت فلان ولا اللان ولا فرتكان افضل السيرة الزاتية هي السيرة الزاتية المناسبة لوصف وظيفة محدد فما عندنا سيرة الزاتية واحدة بتكون لكل الوظائف في وظيفة عندها سيرة الزاتية في وظيفة تانية عندها سيرة الزاتية مختلفة السيرة الزاتية اليها CV ده هو ال virgen الكبير من حاجة صغيرون انا ده بطلع منا حاجة صغيرون ايسمها resume برسله عشان اقدم بها الوظيفة لانه برسل نفس السيرة الزاتية لجوبس مختلفة انا غلطان ما ايوانت لانت في حتة كويسة ما تعملوا الكلام ده تخيلوا انت عندك دولاب بتاع حدوم فيه ملابس كثيرة فيه والله فساتين وفيه ما عارب شنوطي راح وكلام زي ده بيجاء هنا الشباب فيه جلاليب فيه بناطين وقمصان ما في زول فينا بلبس الدولاب كله يطلع بيهم انت طالع ماشي صلاطة الجمعة تلبسك جلابية وبتاعه هنا ماشي عيريس حتى تلبسك مع البنطلون وقميس وجزمة وكده فانت السيرة الزاتية بتاعتك كل وظيفة عندها سيرة الزاتية مختلفة الجات جي بي تي والجوجل جيميناي ممكن يساعدون في الكلام ده ايوة السيرة الزاتية بتختلف حسب المؤسسة بتختلف حسب الوظيفة نفسها المسمى الوظيفة نفسه ولو ما استخدمت تساعدكم في الكلام ده معناها حدث هنا ده ما صحبت زكاة للصناعي لازم تعدل يعني اي واحد فيكم مثل لو عنده مثلا اقل لشي مثلا خمستاشر عشرين سيرة الزاتية مختلفة ويكون كله سيرة الزاتية مكتوب فيها اسم الشركة والتاريخ اليوم اللي قدمت فيه أنا ده معناه ده ما قاعد تعملوا ما قاعد تقدموا بصورة صح لما زول يجي يقول ليه والله انقدمت كتير وما في زول ردة عليه أصلا بقول ليه اخي ما عليش كذي وريني سيرة الزاتية بتاعتك بيقوم بالرسلة بيقول ليه هنصير الزاتية الثاني بيقول ليه ده ما هي زاتة بيقول ليه ما عليش ما قدمت عشرين مرة ينتقدمت مرة واحدة سيرتك الزاتية ده في أغلب الأحيان هي نافعة مع حاجة واحدة أو قريبة لحاجة واحدة لكن لو جينا عيننا احنا في التفاصيل تحت السيرة الزاتية بنلقى انه في حاجة كثيرة انت مغفلة من في البداية الصمري ولا الوبجكتب بتاعك لحد الترتيب بتاعك هل أنا أقول الإكسبرينس أول ولا أقول التعليم أول ولا أقول شنو الكلام ده كل أخواننا بيقدر يساعدنا فيه اللارج لونجش موديل وده يوز كيس ده حاجة واحدة مثلا من الحياة الممكن أعملها خلوكم من الحياة التانية أجي أتكلموا عننا دكتور شاهي ناز ولا أتكلموا عننا كل الناس التانية ساهم في الويرج تاعت لينك أي حاجة من الناس يتكلموا عن سلاسل الليمداد يتكلموا عن project management ده كله ممكن يساعدني فيه الأدوات على زكاة الصناعية لو كنت بعرف كيف أعمل هندسة مطلوات prompt engineering بيصورة كويسة الحاجة المهمة جدا إنه أنا هنا أعمل I set up the tone لأدوات الزكاة الصناعية أنا أحد ديكم السيدي لو في واحد فيكم يعني عامل اشتراك اشتراك وحدكم عامل اشتراك في chat GPT ولا في كده داير أزح البتاعة شوية أوكي رهف جلال عامل اشتراك في chat GPT فتحي امتاز جدا جدا واحدة من الحاجات يا شباب المهمة جدا نستثمر في نفسنا في الموضوع ما خص الموضوع دا تمام أنا حاوريكم جزء من بتاعه لو في واحد فيكم يا شباب عنده ما يعادل يعني عشرين دولار حقه تعمل اشتراك بس عشان تعرفوا الحاصر في الموضوع دا شنو واحدة من الحاجات المهمة انه اعمل يعني اوريه وانا من وانا بعمل في شنو وانا دائرة الحاجات تكون شكلها كيف فلو دخلت في الحتة بتاعة البروفايل شايفين البروفايل اه انا هاجي هنا اقوم كده اوقف وهاجي هنا دا هنا ثاني 3.5 انا هنا دا دا البروفايل بتاعنا لو فتحنا البروفايل بتو دوسوا على حتة البروفايل في مثلا شوفوا في في حاجة اسم شايفين ها في علي بس جاوبوا ليه في الحتة دي مهم جدا نعرف الانتراكشن بتاع ما ما تستخدموا الفري اكاونت لو عندكم طريقة تدفع وادفع لانه في حيات كثيرة هتشوفوها لما تدفع ال راحة في دافعة 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 مش موضل لانه انا انا امنو ودائر الحاجات بتاع تشكلها كيف تمام طيب انت هنا ممكن تقول له شنو اي ام اه فريش بزنس مانيجمنت جراديو تمام اي في الدولة الفلانية في سودان مصر 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 إنتر مصر يجب العظيم مصر 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 أتعرف المصر مصر 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 ده كده أنا بوري في الشات جي بيتي ده إنو أنا أمنو بعدين دار أوريو إنو والله شايفين هو عامل لي شنو؟ الثوت شايفوا الدناسي اللي هنا ده؟ الدناسي اللي أنا أفكر فيها Where are you based? What do you do for work? What is your hobbies? I like fishing دي كلها طبعاً سكورس يا شباب بعدين what subjects can you talk about for hours? I can talk about طبعاً بالنسبة لأنا computer science وresearch وغير وغيره إنتو ممكن تكون مثلاً business ideas ideas تمام؟ and analysis تمام؟ seeking scholarships مثلاً طيب هنا ده ده سعنا وريت ال language model أنا منو قديته خلفية عني تماماً هنا لما جيت قلت له يا أخي قال لي يا أخي كيف دائر chat GPT to respond؟ فهنا ده في صوت starters how formal or casual should judge GPT to be يعني مثلاً هنا ده لو دارو أنا يجاوب ليه إجابات شكلاً رسمية بيفرق من إنو أقول لي أخي ديني والله إجابات كيف تكون شكراً يعني casual يعني إتوانس معي أديني الإجابة زي ما زي بيتوانس مع فردتك يعني أنا أقول له مثلاً I would like to have formal responses formal responses ده كلام ده أخواننا قبل وانستخدم chat GPT زادو formal responses بعدين I want لأنه ممكن يديك مقالة طويلة جداً short answers تمام ها how do you want to be addressed how do you want to be addressed هنا ما أقول له يا أخي don't make things up يعني متألف لي use facts site references wherever applicable يعني جيب لي مراجع في أي وقت الكلام ده شنو ممكن يعني قابل للطبك يعني شنو ممكن أقول له if you provide an opinion let me know يعني بعض مرات هزاتو يقوم بالديك راية chat GPT زاتو يعني ما بجيب ليك بس من حية تاني من معرفة مولدة لا بيقوم هزاتو يديك راية لحد هنا ده أعتقد أنه كذا كفاية بس الكلام ده هنا ده نده راعمل له refresh وحين حقو مزأل فضل فالآن جيحس شنو جيحس اللانجوش موضل بتاعي وحارج وليشنو لشات GPT فهين ده ده يرسألو سؤال أسأل جيحس سؤال أقول له شنو I أو أسأل أقول له how many customer service is junior 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 jobs jobs that were posted on linkedin linkedin in Saudi Arabia last year here ده out boot بتاع large language model ده أنا ممكن أحدد إليه يعني ممكن أقول له يا أخي لو سألت كده ساي عين ده السؤال بتاع إن والله فيك customer service job طرحت في linkedin مسلا ولا في online خليها بس online عشان يجيب لي online last year تقريبا في كم ليش يجيب لي الإحصائيات ولا كذا ما في how many junior jobs اللي نشوف أي هنا أي حتة في online شكرا تشلي عدل داس عدل في الناف الممت junior jobs و of course junior jobs and customer service ديو الممت شايفين لاحظتوا لما بسألوا بجيب لي الإجابة ببراغراف واحد لي لأنه أنا عمل تلي كوستو و قلت لي يا أخي يب لي الإجابة دائما قصيرة لو عدم في في القصة دي لحد ما حصل لو في زول عنده وصف وظيفة اللي وظيفة داري قديم لها ومرسل سيرة ذاتية أنه ممكن نخدم خدمة العمر ممكن طيب خلينا سأل من من أي حاجة من الحياة التي أخذتها مثلا what are the most important computer and AI skills fresh graduates should know about in economics economics and business management سايفين هنا شباب قال لي يا اخي دي الحاجات المهارات المهمة جدا انو انا عارف عنها ممكن انا اقول له يا اخي الاجابة دي انا دايرة تكون كيف نفس الاجابة انا برجع عصي بعدي الفشنو بعدي في نفس البروم بتاعيزاتو اقول له يا اخي put the answer الاجابة بتاعتك in a tabular format format and sort them according to their importance يعني ما هي اهم مهارة ديان لو ما عرفتها انا هكون المشكلة ما هشتغل عادي هشوف هنا المرة دي حعمل ليش شنو شايفين الزلده عمل ليش شنو قد تريه الاجابة بتاعتي في format بتاع table وقام رتبوا لي اهم واحدة منه وال data analysis نمر اثنين ال programming شوفوا يا اخوانا قال لكم ال python programming بالنسبة لكم مهم ادتو دي لالناس اللي اتخبطتو ادتو مش مبتو عن كمبيوتر ولا دي شايفينها شغلاتكم ولا بتاع اسي الزمن ده قال لك انو لو ما بيجد انت بتاعرف data analysis نمر اثنين بتاعرف programming تعرف python نمر اثنين بتاعرف statistical analysis تعرف تحلل نمر اربعة تعاليف machine learning basics اللي هو التعلم الالي اللي هو بتاع الزكاة الصناعي الواحدة نمر اربعة ال excel طبعا في واحد فيكم بيكونوا سيجاري يدين ورينانو دا يتعلم excel لكن عائلوا ال excel وين الحدة بتاعته نمر خمسة في الهمية اول واحدة data analysis تعرف كيف تحل البياناتها تديك بيانات تعرف تحللها فشوف كيف انو انا استخدم تأثير الادوات تاع الزكاة الصناعي زي chat gpt عشان اعرف الكارير بتاعي زياته البحث انا حامشي عليها تتجاه اعرف انو انا حتدرب في هات واحدة من الحاجات ياتورشة من الورشة دي كانت مهمة اهم ورشة بيانا طيب احمد علي قال finance analyst دي من الحاجات الشنو الوصول الوظيفي بتاعه طيب احمد علي انا اشباح احاول الان من chat gpt 3.5 شايفين الشاشة بتاعتي هنا ده من هنا ده الا انو دافع اقوم احاول ليشنو لي gpt 4o ده اللي هو بتاع زول الدافع 20 دولار تمام هنا عينو لاحظتو طوال الداني فرصة بتاع تعمل شنو اعمل attachment لو شوفنا هنا ده في 3.5 ما كانت فيه لكن لما قلنا لي 4o متحلي بميال بتاع attachment دي هنا ده شنو لو عندي ملفة اجزل عندي powerpoint عندي ما اعرف شنو ممكن اعمل لها attachment زي ما انا اعمل upload من الكمبيوتر ملفة على cv هات اللي اليوم واحد سبعة ده احمد احمد السيرة الزاتية بتاعته السنو اعمل تلاتة اشبت موجودة عند the chat gpt هس هو ممكن احلله طوال ويقرأ هقوم اقول له يا اخي align يعني اعمل لي نظم لي القصة دي this resume with this job description job description خطاه احمد في الشات job description مانو انا عملت له copy من الشات بتاع zoom here والله ده شو لو ده يتدامع مع job description فاناش اعادت خطيت انا قلت قلت جوب description احمد فاناش انا list انا قلت قلت جوب description لو في وظيفة يا شباب عشان نخلي نوريكم بس نموزج بسيط جدا لانه كيف ممكن السيرة الزاتية ان تقعدوا استخدموا الادادي الليلة وبكرة وبعدوا تقدموا بها الوظائف دي من ال use cases المهمة جدا تعرفوها انتوا عشي سلموها تماما الprompt بتاعك التالي بتالي اخي اسمع align this resume اللي هي هندي سيرة الزاتية بتاعتك او this cv with this job description job description جيبتو من وين ممكن امشي على linkedin ولا حاجر linkedin data analyst data analyst او data analyst data شوف لنا data analyst data analyst junior job in وين in qatar شوف لنا اي واحد دال لنا اي اي دي jobs دي جاو عطا الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عندهم وظيفة الوظيفة اسمع data analysis and research specialist تمام الresponsibility دي الحياة الطالبين الى education دائرين كده تمام ال experience at least 5 دي اخي ما اقول دي junior دي الحياة المطلوبة دي الوصل الوظيفي بتاع الوظيفة دي دي للناس دي التهرين كده انا حاجي هنا ده للبرومت بتاعي chat GPT وقول له يا اخي align الرزمة بتاعت احمد مع الوظيفة دي دي الوظيفة responsibility بتاعتك كده 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 احنا شوفنا تصير الزاتية بتاعت احمد مش كده او خلونا نقول له يا اخي analyze this resume تاعت احمد دي دي الحياة المفروض تكون التفاياة خطير دي اسي بعميران chat GPT هو عبارة عن ايوة مروا انه افتح ال link دي افتح انديد افتح google jobs وتشيلي من هناك الوصف الوظيفي بتاع الوظيفة دي رقدم ليه انا ده اجيب الوصف الوظيفي داك واخدته اخلطه يا اما معصير الزاتية بتاعتك نص لو انا مشترك في chat GPT ولا كملف لو انا مشترك يعني بقدر اعمل add للفايل تمام واسيو قال لك شنو دا الاناليسيس شوفها الاناليسيس عبارة عن شنو انو والله السترينكسيس انو دي الحياة دا القوية فيها والفرصة بتاعت ال والمعارش هقوم اقول له شنو يا اخي والله دا احمد دا align دا ال بتاعي align دي اسي رزمه لوصيرة ذاتية with this job description job description وانو وانده يبتو انا من من الوظيفة اهناك من هنا نقلتا من هنا صح وقوم بديو القصة دي بديو البرمده اسيو قام مشا رجع لينا لسيرة ذاتية بتاعت احمد وعدل لينا فيها عشان تكون matching للوظيفة ديك دا البرمد دا مبدئيا كده البرمد تمام نسيرة ذاتية اسي جديدة بتاعت احمد بختلفة ممكن احسن في البرمده يعني احسن اصير ذاتية داخل الاتشات جي بيتي نفسه هو يقوم يساعد قل له يا اخي اسمع انا ما ادار اقدم الوظيفة دي يا ابو امنو انا جابعت الدوحة صح الدوحة العموة تكنولوجيا دي الحتة الزول البوستي دا القصة دي قال كده طيب انا حاقدم اصير ذاتية لنا سير مع جابعت الدوحة هنا دابد ديو برومت اضافي بقول له شنو بقول له اكت از دي هنا بقول له ال subject ال area ال subject matter expert الزول الخبير في الموضوع بقول له اكت از من هو اكتر زول خبير انا حادي واسير ذاتية بتاعتي اللي هو ازول ال director بتاع اله مدير المواد البشرية بقول له اكت از the director of اتش اار ات دي الجامع الان حاقدم لها and suggest improvement improvement in the resume بعدين بوش قلت له الكلام ده ده البرومت اللاول انه ال delay في القصة دي يخترح لي بقول له apply these improvement apply apply it give me here اقول له كمان بعد ما عملت ال application give me give me an Arabic version series ذاتية ذات ديني منا نسخة عربية تمام ديل 3 prompts وربع انا خطيتم في sequence الاول act يعني اعمل فيها انك انت المدير الموارد البشرية تاني حاجة وريني انا ممكن اعدل فيها شنو بعدين التعديلات الدائر دائر نعمل طبيق لي عمل نسخة سير ذاتية جديدة وبعدين ادين نسخة منا باللغة العربية لانو اندر اقدم بها حتة تاني برضو للغة العربية دارسل بالعرب والانجليز السجيس قال لك اول حاجة الوبجيكتيف ستيتمنت اغير ال سامري ولا كده ده اول اجابة لل اتنين طبق لي الاقتراحات الهو قال دي نسخة جديدة من السيرة الذاتية بتاتي قل حياتي تفكير وتفكير يعني الزلده بيعمل بصورة ورا بعض طوال عشان كده لازم انا اكون مع الزلد وصحبه ما يعني ما خليه يمشي تي النسخة العربية قبل الدكتور جاه ناز لما كان بتعمل في الايميل قلت لكم شنو انا ممكن اشي للسيرة الذاتية بتاعتي وعمل cover letter يعني اكتب لي خطاب ارسل بالسيرة الذاتية انا ارسل بالايميل ايوة نعم يا امنية في بالاقرية للاي لكن الاي حعرف السيرة الذاتية بتاعتي كيف ما انا البدي علي وده الانبود البدي لي وان اذا فما في غيش انا ما بغوش انا اقعدي من السيرة ذاتية بتاعتنا الشخصية طيب حقول له يا اخي return to the english version version and write me cover letter cover letter بيكون بناء على الخبرات بتاعت تسند فيا ايميل to the university دي لالناس اللي انا ارسل لهم وقول لهم ما قولنا cover letter فده عمل ليسي cover letter لبنو لزول المشغل لزول المسؤول من الوظيفة دي الوظيفة اللي قيت في linkedin جاب الكلام الموجود من وين جاب ونصير ازاتية بتاعت انا زاب ده use case تاني مختلف لانه انا استخدم السيرة ازاتية بتاعت زات cover letter تمام ده email template بتاع يلا اديكم كمان نسخة تانية السيرة ازاتية بتاعت الكاملة المكتملة فيها كل شي اقوم اقول له شنو عشان اتأكد انه السيرة ازاتية بتاعت زابط تماما وامور مقفلة بمشي لل linkedin بقول له يا اخي create a linkedin profile out of my resume اخر اخوان اخوان اقول لكم هنا في الموضوع هذا linkedin بتاع زات ممكن اضبط من السيرة زات اخوان ياغ هم اما بمس سيرة اخوان 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 بالتو أقدم نفس البرومت هنا وهنا وأعمل مقارنة بينهم الحاجة الأخيرة خالص إنه أنا ده لازم أتأكد من المخريات البديني لأنه بعض مرات في السيرة الزادية ذاته ممكن يقول لي حاجة ما هو وجودة عندي ما قلت يعني ديني خبرة خمس سنين وأنا يكون خبرة دي سنة واحدة فما هو المفروض إنه أنا أعمل الكلام عمدنا يا شباب البرومت إنجينيري وأدوات الزكاة الصناعية بصورة عامة قدتنا فرصة إنه نكون سمارتر يعني نقدر نمشي أمورنا بصورة أفضل من الزمان دي فرصة بالنسبة لكم إنكم تشتغلوا في المجال ده لو ما عايزين تشتغلوا في مجالاتكم والقريتوا فيها شايفين النقطة ممكن أتزول فيكم يتجي في اتجاه الكارير فاتل تعال برومت إنجينير وممكن لو أنتم دارين في مجالاتكم زادة يتعمقوا فيها أكتر وتكونوا أفضل وكذا دي حتة برضو كويسة جدا إنكم تستخدموا الأدوات دي يستسمروا فيها خدتوا فيها يعني من قروشكم على أساس الوضع صعب وإي حاجة لكن قدر ما استسمرت فيها قدر ما بتديك أفضل أفضل من الوضع الراحل وأتمنى لكم كل التوفيق يا شباب وشكرا جزيلا للفريق بتعليق على الفرصة دي في إنه الواحد يتكلم معكم شوي شكرا جزيلا شكرا جزيلا للفريق كل شأنها ثبت خاتي Roy سبت